وصلت القوى الأمنية البحرينية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في التمرين التعبوي الخليجي المشترك للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي أمن الخليج العربي ثلاثة هذا التمرين الذي تستضيفه السعودية في منطقة عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية يأتي لمواصلة التعاون والتنسيق والتخطيط بين الأجهزة الأمنية الخليجية تأتي مشاركة وزارة الداخلية في التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون أمن الخليج العربي ثلاثة والذي يؤقد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تأكيدا على مواصلة التعاون والتنسيق والتخطيط بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس وفي هذا الإطار تشارك قوات من شرطة البحرين متسلحة بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد لتبادل الخبرات والقدرة على العمل الأمني المشترك تشارك قواتنا اليوم في التمرين أمن الخليج العربي الثالث والذي يقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتم الاستعداد لهذا التمرين بعقد عدد من الاجتماعات بمختلف اللجان لتجهيز جميع القوات الخليجية ومنها قوتنا البحرينية للانتقال إلى موقع التمرين ومن ثم المشاركة والاستعداد للتمرين الختامي في نهاية هذا الشهر بإذن الله طبعا الاستعدادات صارت على أكثر من جانب منها استعدادات تنسيقية واستعدادات إدارية واستعدادات تدريبية تم تدريب القوة على أعلى مستوى واليوم احنا هذه هو التمرين الثالث اللي انشارك فيه حيث انطلق تمرين أمن الخليج العربي الأول من مملكة البحرين وكان من أنجح التمرين على مستوى المنطقة كل الاستعدادات بتوجيهات قيادتنا الحكيمة وتوجيهات سيدي معالي وزير الداخلية وتابعة سيدي سعادة رئيس الأمن العام فاليوم قوة البحرينية بالتعاون مع القوات الأمنية الخليجية الشقيقة تمثل قوات شرطية محترفة على مستوى عالمي من التدريب والتجهيز يبقى العمل الأمني الخليجي المشترك وتوحيد المفاهيم لمواجهة كافة أنواع التهديدات والمخاطر علامة رئيسية في هذا التمرين التعبوي لتطوير العمل الأمني وقدرات العناصر الأمنية في التعامل مع الطوارئ والأزمات المختلفة